لقاء مع كابتن محمد حشيش نجم الأهلي السابق وكلامنا معنا عن لقاء الإسماعيل نهاردة عن اللي ممكن يحصل فيه فتعالنا نشوف كده لقاءنا مع كابتن محمد حشيش ونرجع نكمل كلامنا طبعا مورات الأهلي والإسماعيلي طبعا من ضمن اللقاءات الحساسة جدا في المقام الأول طبعا طول عمرنا عارفين أن مورات الأهلي والإسماعيلي يعني دربيات قديمة كلاسيكيات طبعا الدور المصري من زمان إسماعيلي بشعبياته الكبيرة والنادي الأهلي طول عمر موراتهم بتبقى قوية هنزيد على كده طبعا حساسية لقاء اليوم بالنسبة طبعا في المقام الأول للنادي الأهلي في الصراع على بطولة الدوري الضغط طبعا كبير على النادي الأهلي لأنه بيلعب بعد ما الزمالك بيلعب فوز طبعا الزمالك مبارح طبعا بيصعب المأمورية على النادي الأهلي النادي الأهلي واخد المورات المتبقية كلها مورات كؤوس أتوقع مورات طبعا قوية جدا جدا النادي الإسماعيلي طبعا في المنطقة الدافية بعد ما إهاب جلال استلم النادي أو الفريق بعد ما تم تغيير أكتر من مدرب خلال الموسم الحالي الشكل الإسماعيلي طبعا اللي تغير تحس العيبة كلها طبعا يعني فائت غير بداية الدوري خالص قدر بيهم أنه هو يوصل للمنطقة الدافية طبعا النهاردة كل الأندية اللي بتلاعب الأهلي أو زمالك في الخمس مباراة المتبقية عايزة تعمل تاريخ مع القطبين ويبقى تاخد الأفضلية أن هي يعني أثرت على بطولة الدوري أو نتيجة طبعا ميلة حفوز بيه بطولة الدوري الموسم ده فهي مباراة طبعا للتاريخ ما بين الإسماعيلي والنادي الأهلي أتوقعها مباراة قوية مباراة كؤوس لا بديل طبعا للنادي الأهلي عن الفوز عشان يحتفظ في الصدارة فأتوقع أنها مباراة تكون قوية طبعا مباراة قوية دايما مباراة الأهلي والاتحاد بتبقى مباراة قوية أجهزة فنية يعني كبيرة طبعا سواء حسام حسن في النادي الاتحاد أو كارتلون ناتزة مالك صعوبة المباراة مباراة أن كانت كمان ظروفها جات غير المنافسة التقليدية أنها بتحدد مين اللي هيصعد في الرابع بتاع الكونفدرالية الاتحاد كان نازل طبعا وكله حماس أنه هو يقدر يحقق النصر على ناتزة مالك في المقابل ناتزة مالك برضه مش عايز يفرط في أي بونت كانت مباراة قوية بس الملاحظ أن طبعا مستوى ناتزة مالك كان أقل شوية من المباراة اللي قبلها يعني المباراة اللي قبلها لما كسب ثلاثة كانت مباراة قوية كتحس اللعيبة كلها فائقة مباراة مباراة إلى حد ما يعني كانت صعبة بالنسبة طبعا لنادي الزمالك الاتحاد قد مباراة قوية جدا جدا بس التوفيق طبعا لم يحالف الفريق ويعني قدر أن الزمالك يقتنس الثلاثة بونت أي فرقة بتلعب قبل الثانية سواء الأهلي أو الزمالك بيبقى ما بتكسب بيبقى ضغطة على المنافس ودي حلاوة الدوري وحلاوة الأسابيع الأخيرة الخمس أسابيع الأخيرة أن زي ما بقولك كل واحد بصص للتاني النظر اللي هما تسوي النقاط مع بعض في أي نقطة زي ما بقولك المباراة عمالة تتوالى وبتنتهي فصعب بقوي أن يبقى فيه فرصة للتعويض من هنا بتيجي صعوبة وحلاوة الدوري الناس ما تتخيلش بقى قدام التلفزيونات يعني انبارح كان جمهور النادي الأهلي مع طبعا نادي الاتحاد وتمنى الاتحاد طبعا يتعادل أو يكسب كذلك العكس النهاردة هيحصل جمهور النادي الزمالك كله هيبقى مع الإسماعيلي كذلك الفرق بقولك دلوقتي اللي هتلاعي بالأهلي أو الزمالك بتتصارع أن هي ممكن هي اللي تحدد بطولة الدوري الرحل فيه والله يبص يعني زي ما قلت وبكرر كلامي أن حلاوة الدوري نحن خلاص فضل خمس أسابيع على نهاية البطولة ومحدش عارف الدوري هيفضل في الجزيرة في النادي الأهلي ولا رايح على مئة عقبة المباريات كلها مباريات قوية سواء النادي الأهلي أو النادي الزمالك بيلعب فرق هيلعبوا فرق برضو بتتصارع من أجل عدم الهبوط فطبعا ده مصعب مصعب المأمورية لازم زي ما بقولك بقى فيه تركيز كفير جدا جدا استغلال الفرص اللي بتيجي لأي فرق وهي بتلعب فريق آخر لأنه ممكن الفرص دي تساوي بطولة الدوري عام فهو الدوري صعب ومباريات حساسة وفيه تشويق كبير جدا جدا بالنسبة للقطبين والتوفيق هو العمل الأساسي في الوراث القادمة